إلهي راح بالمدرسة؟ أه طبعاً راحوا بالمدرسة أتي خايفة كده لي أحببت وفطرتهم وعملت لهم السندويتشات كمان صباح الخير صباح الخير يا جميل فيش أي صباح بلك وسبوع ما طنشنا يا جميل ينفع كده طيب صباح الخير إيه دول؟ دول يا ستي الفلوس اللي أنت عايزاهم علشان الشقة حطيهم على القرشين اللي معاكي وأنا يومين كمان وهجيبلك زي يوم تجبتهم من إيه؟ إيه حبيبتي ما تقلق إيش تصرفت فيهم بس يا نشوة أنا رجعت نفسي واكتشفت أني مقدرش هستغنى عنك أبداً أنت والعيالي أنت والإتنين أغلى حاجة في حياتي بصراحة أنا زعلان من نفسي أولي زعلتك حقك عليها مش هزعلك تاني أبداً يعني عشان الكلمتين الحلوين دول لو أنت مزنق في الفلوس خليهم معاك خليهم أنا هستنى لحد ما ربنا يا فريجة مفيش مشكلة يعني خالص خدوا ولا مزنق ولا أي حاجة إن شاء الله ولو عزت تاني قولي لي أنا مهما عملت مش عارف أوفيكي حقك أبداً ربنا يخليكي لي ربنا يخليكي لي يا رب أنت كان عندك حق في كل كلمة قلتها لإمبارح قومي بقى فوقي والباسي بسرعة عشان تروح يتمدي العقود واتخلص الموضوع وشوفي حدين قل إمتى هو أنت مش تجي باعي تشوف الشقة والله كان نفسي أنا شوق بس في شوق وبعدين هعدي عالعائل في المدرسة بعد الظهر أخدهم ووديهم التمرين وبعد كده هرجعهم تاني واطلع بقى على شقة العريس الجمل اللي مش عايزة تخلص دي بس أنت عملي إيه بقى روح يمدي العقود وصوريلي الشقة وبعدين لما نرجع بالين بعد ما تخلصي شوقي نتفرج على الصور برواءة حال بس بعد إذنك يا نشوة يعني مش عايز أمي تعرف حاجة عن الموضوع ده يا بقى فيها يعني لما تعرف سبيلة اللي فهمها بمعرفتي بعد إذنك ماشي؟ ماشي عشان خاطرك أنت بس يلا سلام عليكم سامة يهي يا حبيبتي أنا بحبك أم أنا بحبك أكتر يا نشوة ربنا يا خليك ده يا سلام عليك خليك لينا سبعة الخير يا ماما حبيب قلبي استنى حضرلك الفطار تعال يا حبيبي إيه؟ أنا يومي طويل بعد إذن شو بقى كل إنتي بلا أنا وشوة هتنزل كده على لحمة بطنك يا ابني طب خد شفطة شاي بقصو مقطة طب خد اثنين دول أرقاشهم في السكة ومتباشم ماشي يا ماما يلا يلا ربنا معاك يا حبيبي لا يا ربي بتاعها على الدنيا وأخر ونكرمك يا رب من واسعك حبيب قلبي لا يكرمك صباح النوم صباح النوم موسيقى واتشت ما تخليش حاجة تفوتك موسيقى موسيقى موسيقى